الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمصنين أحبة الكرام مع حلقة جديدة للمرنامجنا الرمضاني اليومي وسأحاول في هذه الحلقة أن أتناول موضوع تربية الأبناء قال الله عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال أيضا جل شأنه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعيته فهذا الموضوع الحباب دينا لماذا اخترته؟ اخترته لأنك العيش هو واحد نظر في ياج الرمضان الحمد لله وبغير الحلقات نتعني تكون متكاملة نتكلمني على الواردين وكذلك نتكلم على التربية الأبلاء وأن شاء الله تكون لها حلقة مقبلة حول حقوق الأبناء لكن ما يكون حقوق الواردين يكون حقوق كذلك الأبناء السؤال المطروح كيف نربي أبناء أنا؟ باختصار أن حصة البرنامج الزمنية لا تسمع بأننا نتكلم في هذا الموضوع بإفاظة لكن إن شاء الله نعطيه شدارات حول تربية الأبناء أول شيء هو التعويض الأبناء على العبادات مثلاً الإنسان يصليه قدامه لذاته مرة مرة يديه مع المسجد ويرفقه مع المسجد إنسان كنت عنده الإمكانية المادية ويغيبش مثلاً العمر أو الحج يديه معاه ولاده ويديه ابناته علاشه يغرس فيهم هذه القيم الإيمانية من الصغر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها وأبناء عشر هذا الحديث هذا ما كتير منك أعفده وكما الأساف كانت جاهله في الحياة العملية إنسان يصليه قدام ولاده ويكون قدوة اليوم خاصة أنا كان يعيش في الظرف ديال الحجر الصحي وكان يصليه التراوح في ديورنا وكان يصليه المغرب والفجر في بيوت دينا فهي بدأ إنسان يشارك وليداته في الصلاوات الجامعة وفي النوافيل أيضا كذلك اختيار مجموعة من الرفاق الإنسان يحاول هو يقلب على أصحاب ولاده مثلا عنده واحد وليد ونشوف ليش أصدقاء ليصحبهم أو عنده واحد بني نشوف دريات صالحات يتصحبوا معها علاش لأنك ما كيقوله سيدنا الولى الرفيق قبل الطريق ويقول الإمام عارين رضي الله عنه كرم الله وجهه خير الخلان أي خير الأصدقاء من إذا نسيت الله ذكرك منك تنسى الله تقول كالسفلان أرجع الله تعالى وإذا ذكرت الله أعانك يعينك على السير في طريق الله ولنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوى حيث كان مصاحبا لأبي بكر صديق وحيث أنه عندما هاجر مكة إلى المدينة آخر بين الأنصار والمهاجرين حتى يعطينا رسالة سامية عالية غالية لأن الرفقة لا بد منها في الحياة اليومية وفي السيري إلى الله تعالى كذلك حصن واختيار لأبل الزوجة الصالحة وهذا نطف معها شوية لحباب دينا الله يجلزكم بخير لكثير من منك بغير تزوج كي يحط وحد الأساسيات في حياته لمرة تكون متقافة تكون جميلة تكون ذات حسب أو نسب تافقين ولكن الحباب دينا كي ينسى وحد مسألة أساسية وأن هذه الزوجة اللي تزوج بها هي غدا لغته لأم دي الولداته وهي لغة ربي لأولاده منها غيكونوا في العمل غيخلي ولداته مع ذاك المرأة إن شاء الله تكون صالحة ولذلك سيدنا محمد ما يتكلم على مواصفة لمرأة دي الزوج شنو قال تنكحو أي تتزوج تنكحو المرأة لأربعة لدينها ومالها وجمالها ونسبها أربعة في الأخر شنو قال فاضفر بذات الدين تربتي هذاك يعني ربحتي فاضفر بذات الدين تربتي هذاك هذه كل مرأة الصالحة تعينك على تربية الأولاد ولذلك إن شاء الله في الحصة المقبلة سأحكي لكم في الدرس ذي الحقوق الأبناء سأحكي لكم قصة وقعت بين الإمام والخليفة عمر بن الخطاب وأحادي الصحابة كذلك المزج أي الخط بين الخطاب العاطفي والعقلاني نكونوا دائما عاطفين أحباب دينا ونكونوا دائما عقلاني لا يكونوا احتوازن نعم كما الله تعالى حتى احتف الدين دينا هناك خطاب قرآني يعتمد أسلوب العاطفة وهناك أسلوب دينا العقلانية ومثلا قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلي تفكرون أفلي تدبرون أم على قول من أقفالوها يعني آياتنا عدة وتترى تدعو إلى التأمون والتفكر واستخدام العقل إن في ذلك لآيات لأولنها أي صحاب العقول فلابد في التربية الأبناء أن نستعمل الخطاب العاطفي والخطاب العقلي الحباب دينا آخر وصية فيما يخص تربية الأبناء وتجديد وتنويع أساليب التربية المتابعة ما معنى أن العلماء التربية خاصة المعاصرون أثبتوا على أن الطفل يعني يحتاج إلى أساليب متنوعة منها الصورة منها الألوان منها طرق الإلقاء التنويع ديانه بل أن الطفل يحتاج إلى تنويع الخطاب يعني كل عشر ثواني سبحان الله عديد يعني في حد وقت وجيز وحنا كان بغير ربي ولداتنا كما تربينا إحنا للحباب دينا الإمام علي قال كريمة أنا أدعو الجامعات وخاصة للشعب للعلوم التربية والمدارس والجامعة ديانة والمراكز للحضانة أدعوهم إلى تبنيها ووضعها وكتابتها بخط ذهبي تقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لا تربوا أبناءكم كتربيتكم فقد خلقوا لزمانين غير زمانكم أنا ما يمكنش أنا من مواليد السبعينات أو السينات أو الخمسينات أو الثمانينات أن يريد نتعامل مع ديري وولدي وعندو Between 2010 أو 2000 الممكنش ممكنش لحباب ذي dispute ولا كالتكنولوجيا أنا دائما أقولها التكنولوجيا أصبحت تربي التكنولوجيا أصبحت تربي الأشخاص أصبحت تربي أجمع ابناء feito فلا بد هو أن نست استعمال حتى التكنولوجيا في تربية الأبناء ديبيننا وحتى الإزار يさ하겠습니다 ينظر في صحيف كذلك يعني كتوب كلمسوعات برامج وتأيقية تتكلموا عن موضوع التربية فلابد أن تستفيدوا في هذا الموضوع فكما قال سيدنا محمد كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعيته أسألوا العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يحسنوا التربية أبنائهم اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرات أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا إنك تعلم أمراضنا فاشفها وتعلم عيوبنا فسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم حاجاتنا فقضها وتعلم يا ربي أعداءنا فاللهم أكينا شرهم اللهم أكينا شرهم اللهم أكينا شرهم اللهم أخرجنا بين أيديهم سالمين غانمين غير ضالين ولا ضارين ولا مضلين بلحمتك الرحمن رحمنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين